بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوي في مدارس معالم التربية الأهلية أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس كيميا العضوية على وهو الأحماض الكربوكسيلية والإصارات والأميدات استكمالا لما قد سبق دراسته من مركبات الكيميا العضوية بداية من هيدات الألكيل وانتهاءا بالحصة السابقة بالألديهدات والكيتونات نبدأ اليوم كلامنا عن الأحماض الكربوكسيلية تعرف الأحماض الكربوكسيلية على أنها مجموعة من المركبات العضوية التي تحتوي على مجموعة الكربوكسيل المجموعة الموظيفية في الأحماض الكربوكسيلية هي C double bond O O H يسمى هذه المجموعة بمجموعة الكربوكسيل الصغة العامة في الأحماض الكربوكسيلية وهي R C O O H إذا أردنا أن نعطي مثال للأحماض الكربوكسيلية فنستبدل R بمجموعة ميثيل وليكن CH3 COOH إذا نظرنا إلى مجموعة الكربوكسيل فنجد أنها تتكون من مجموعتين هما مجموعة الكربونيل ومجموعة الهيتروكسيل ندخل على جزئية جديدة في درس اليوم وهي خواص الأحماض الكربوكسيلية أول خاصية عندنا في الأحماض الكربوكسيلية وهي أن الأحماض الكربوكسيلية تعتبر مركبات قططية مشطة الخاصية التانية والأهم في درس اليوم بالنسبة للأحماض الكربوكسيلية وهي أن الأحماض الكربوكسيلية تعتبر أعلى المركبات العضوية من حيث درجة الغلايان ركز الأحماض الكربوكسيلية أعلى المركبات العضوية من حيث درجة الغلايان علم بنقول لقدرتها على تكوين روابط هيدروجينية بشكل أكبر ركز دائما أن الأحماض أعلى من حيث درجة الغلايان تعالوا نشوف مع بعض المثال الآتي بيقول لي رتب المركبات الآتية تصاعديا حسب درجة الغليان بمعنى هنرتب هذه المركبات بداية من الأصغر في الغليان إلى الأكبر إذا نظرت إلى هذه المركبات تجد أن أقل المركب في الغليان هو الألكان C2H6 يلي هليد الألكيل C2H5F يلي الإثر CH3 OCH3 يلي الكحول C2H5OH يلي الحمض CH3 COOH ركز وانتبه دائما بأن الأحماض أعلى المركبات من حيث درجة الغليان جزئية جديدة في درسي وهي تسمية الأحماض الكربوكسيلية كيف نسمي الأحماض الكربوكسيلية؟ نبدأ بأول قاعدة عندنا وهي تحديد أطول سلسلة من الكربون لازم نحدد أطول سلسلة من الكربون بما أني بتكلم معك على الأحماض الكربوكسيلية يعني عندي مجموعة كربوكسيل ومجموعة الكربوكسيل دي تعتبر بالنسبة لنا مجموعة طرفية في نهاية المركب بمعنى أن كربون مجموعة الكربوكسيل لازم ياخد رقم واحد بداية نرقم بداية من كربون مجموعة الكربوكسيل ثم نزيد التركيم في اتجاه أطول سلسلة من الكربون فأول قاعدة نحدد أطول سلسلة من الكربون الخطوة الثانية نرقم بداية من كربون مجموعة الكربوكسيل الخطوة الثالثة إذا وجدت تفرعات تكتب أولاً مدبوعة بكلمة حمض ثم اسم الألكان ثم نزيد المقطع ويك تعالوا نشوف الكلام ده بمجموعة من الأمثلة أول مثال معي إذا نظرت إلى هذا المثال تجد أنه يحتوي على ضرط كربون واحدة وهو كربون مجموعة الكربوكسيل ولا توجد تفرعات إذن نختب أولاً كلمة حمض ثم اسم الألكان وهو الميثان ثم نزيد المقطع ويك فيصبح الاسم حمض الميثان ويك وهذا يعتبر بالنسبة لنا تسمية نظامية هذا المركب يشهر باسم آخر تسمية شائعة وهو حمض الفورميك واشترك هذا الاسم من النمل فكلمة نمل تعني باللغة اللاتينية فورميكا لأن هناك بعض أنواع من النمل تفرز هذا أو يشترك من هذه المادة إذا أحست بهجوم عليها فيتم استخلاص هذه المادة من النمل فسميت باسم حمض النمليك أو حمض الفورميكا مثال آخر وهو CH3 COOH إذا نظرنا إلى هذا المركب نجد أنه يحتوي على ظرتين كربون ولا يتوجد تفرعات إذن نكتب أولا كلمة حمض ثم الإيثان ثم نزيد المقطع ويك فيصبح الاسم حمض الإيثان ويك وهذه أيضا تسمية نظامية هذا المركب يشهر أيضا بتسمية شائعة فممكن نقول عليه حمض الأسيتك أو حمض الخليك أو حمض الخلة تمام؟ ده بالنسبة له هذا المركب مثال ثالث CH3 CH2 COOH هذا المركب لا يحتوي على تفرعات نبدأ نرقم بداية من كربون مجموعة الكربوكسيل الكربوكسيل فيأخذ رقم واحد نجد أن هذا المركب يحتوي على ثلاث ذرات كربون يبقى نكتب أولا حمض ثم كلمة بروبان ثم نزيد المقطع ويك فيصبح الاسم حمض البروبان ويك هذا كل ما يخص تسمية الأخمار الكربوكسيلية ندخل على عائلة أخرى من المركبات العضوية وهي الاسترات تعرف الاسترات بأنها مركبات عضوية تحتوي على مجموعة كربوكسيل حلت فيها مجموعة الكيل محل ضارة الهيدروجين الموجودة في مجموعة الكربوكسيل أما بالنسبة للمجموعة الوظيفية فهي C-O-O الصيغة العامة للإسترات R-C-O-O-R تكتب تسهيلاً C-O-O تسهيلاً تكتب C-O-O مثال على الإسترات نستبدل ال-R في الطرفين بمجموعة ميثيل وليكن C-H-3 C-O-O C-H-3 ده بالنسبة عندي للإسترات تعالوا نشوف مع بعض خواص الإستر أول خاصية عندي في الخواص وهي أن الإسترات تعتبر مركبات قطبية متطيرة ورائحتها أطرية خاصية الثانية أن الألدهدات والكيتونات والإسترات لا تكون روابط هيدروجينية بين جزئتها علل لماذا لا تكون هذه المركبات روابط هيدروجينية؟ بنقول لعدم موجود هيدروجين متصل بالأكسوجين تعالوا نشوف مع بعض استخدامات الإستر من أشهر استخدامات الإستر أنه يدخل في صناعة العطور والنكهات الطبيعية والأطعمة والمشروبات والشموع العطرية والمواد المعطرة لأن الإستر أصلا يحتوي على رواقح وأطعمة الفواكه لذلك يصدم في هذه الاستخدامات تعالوا نشوف مع بعض كيف نسمي الإستر نتبع القواعد وركز معي في تسمية الإستر أول خطوة عندنا في التسمية نكتب أولا اسم الحمض الكالبوكسيلي ثم نضيف المقطعات بدل المقطع ويك ثم اسم مجموعة الأكيل تعالوا نطبق كم ده على المجموعة من الأمثلة أول مثل معي CH3 COO CH3 طيب نسمي المركب ده إزاي؟ أول خطوة نعملها نقسم هذا المركب إلى شقين الشق الأول وهو شق الحمض تمام؟ طبق أسم منين؟ نقسم من بعد مجموعة الإستر وليكن CH3 COO ده الشق الأول وهو الشق الحمض طيب نعمل إيه بعد كده؟ نبدأ نرقم نرقم منين؟ من كربون مجموعة الإستر ياخذ رقم واحد ونكمل في اتجاه السلسلة تجد أن هذه السلسلة تحتوي على ضرطي كربون إذن فنكتب أولا اسم الألكان وهو الإيثان تمام؟ وعشان ده إستر عندك مجموعة الإستر فنزيد له المقطع وات فيصبح الاسم إيثان وات ثم نضيف اسم مجموعة الألكيل وهي مجموعة الميثيل فيصبح الاسم إيثان وات الميثيل وهذه تعتبر تسمية نظامية لكن من الممكن أن تسمى الإسترات بتسمية شائعة وهي أن نكتب أسماء المجموعتين ثم كلمة إستر ولكن ركز دائما على التسمية النظامية ركز دائما على التسمية النظامية في الإستر تعالوا نشوف مع بعض المثال آخر كما تعلمنا نقسم المركب بعد مجموعة الإستر فيصبح عند المركب يحتوي على أربع ضرات كربون ليأصل شق الحمضة أربع ضرات كربون فنكتب اسم أربع يعني بيوتان وعشان دائما نقول بيوتان وات ونكتب بعدها اسم مجموعة الألكيل فيصبح الاسم عندي بيوتان وات الإيثيل وهذا المركب هذا المركب مشهور بطعم الأناس أو يشار بطعم الأناس تعالوا نشوف مع بعض المثال آخر عندي هنا CH3 مجموعة ميثيلين مقررة أربع مرات وركز على الرقم اللي تحت الكوس أربع يعني الرقم ده متقرر أربع مرات هنا ممكن يكون خطأك ثم مجموعة الإستر COO ثم مجموعة أكيد CH3 نبدأ كما تعلمنا نقسم المركب من بعد مجموعة الإستر طيب نشوف عندك كم كربون ترقم بداية من كربون مجموعة الإستر تجد أن المركب بيحتوي على ست ضرات كربون فيكون الاسم هيكسان وعشان ده إستر نزيد المقطع وات فيصبح الاسم هيكسان وات ثم نضيف اسم مجموعة الأكيل يبقى هيكسان وات الميثيل فيصبح الاسم هيكسان وات الميثيل وهذا المركب بيمتاز بطعم من الفواكه طيب تعالوا مع بعض ناخد ترتيب الغليان بداية من أول ما تكلمنا مع بعض في الكاملة العضوية من هيدات الأكيل إلى درس اليوم وهو الإستراط وهذا يخص كل العوائل اللي حد درسناها عموما يعني طيب أقل حاجة هبدأ أرتب معاك العوائل بداية من الأقل في الأكبر أقل مركب في الغليان وهو الألكان يليه هليدي الألكيل ثم الإيفر ثم الأمين ثم الكيتون ثم الألدهيد ثم الإستر ثم الكحول وأعلى شيء عندنا الحمض ركز على حاجتين دايماً الكحول والحمض أعلى شيء الأحماض أو عتنسى بتعرف إزاي الحاجات دي كلها؟ بالمجموعة الوظيفية يبقى لازم تركز على المجموعة الوظيفية تعالوا مع بعض نشوف آخر العيلة عندنا أو آخر مركبات في المركبات العضوية وهي الأميدات نعرف الأميدات بأنها أبارة عن مركبات عضوية تنتج عن استبدال مجموعة هيدروكسيل في الحمض الكربوكسيلي بضرة نيتروجين مرتبطة مع ضرات أخرى لا بالنسبة عن دليء الأميدات أما المجموعة الوظيفية فهي سيدة بالبند O NH2 صيغة العامة نزيد لها R فتصبح الصيغة العامة RCO NH2 تسهيلاً تكتب كما في الصيغة العامة عاوزين مثال نستبدل R بمجموعة الكيل وليكن CH3 CO NH2 طيب تعالوا كده مع بعض ننظر إلى مجموعة الأميد تجد أن هذه المجموعة تتكون من مجموعتين هما مجموعة الكربونيل ومجموعة الأمين فلو جاتلك على شكل مثلاً اختياري ركز دائماً أن مجموعة الأمين تتكون من مجموعة كربونيل ومجموعة أمين جزئية ثانية وهي تسمية الأميدات كيف نسمي الأميد؟ أول خطوة عندنا نحدد أطول تسهلة من الكربون خطوة ثانية نرقم هذه السلسلة بداية من كربون مجموعة الأميد ثم اسم الألكان ثم نزيد المقطع أميد في نهاية الإسم طيب نشوف كلام ده بمجموعة من أمثلة أول مثال معي CH3-CONH2 إذا نظرنا إلى هذا المثال نجد أنه يحتوي على ضراتين كربون طيب رقم منين الأول؟ نرقم من كربون مجموعة الأميد تمام؟ فيبدأ عندي المركب تجد أنه يحتوي على ضراتين كربون فيصبح الاسم إيثان بما أنه بيحتوي على مجموعة أميد فيصبح المركب اسمه إيثان أميد وهذه تسمية نظامية طبع الأيوباك هذا المركب يشهر باسم شائع وهو أسيتاميد تعتبر هذا تسمية شائعة أسيتاميد تعالوا نشوفنا بعض المثال آخر وهو NH2-CONH2 إذا نظرنا إلى هذا المركب نجد أنه يحتوي على ضرات كربون واحدة وهو كربون مجموعة الأميد فيصبح الاسم عندي هنا كاراميد فيصبح الاسم عندي كاراميد لا بالنسبة عليه هذا الاسم وتعتبر تسمية نظامية لكن هذا المركب يشهر باسم شائع وهو اليوريا طيب تعالوا نشوفنا بعض استخدامات الأميدات من أشهر استخدامات الأميدات وهو اليوريا يتم استخدام اليوريا في صناعة الأسمدة طيب لو قدت لك على شكل عالي ليه بنستخدم اليوريا كسماد أو في صناعة الأسمدة بنقول لأن اليوريا تحتوي على أو غنية بالنيتروجين لأنها تحتوي على ضراتين نيتروجين تتطور غنية بالنيتروجين مما تزيد من خصوبة التربة مما تزيد من خصوبة التربة طيب تعالوا نشوف استخدام آخر قد تضاف اليوريا أيضا إلى غذاء الماشية والأغنام طيب ليه؟ لو كنت لك في شكل عالي ليه بنضيف اليوريا إلى غذاء الماشية والأغنام نقول لي أن هذه الحيوانات تستخدم هذا المركب اللي هو اليوريا في إنتاج البروتين في أجسمها هذا كل ما يخص المركبات العضوية بداية من هالدات الألكيل ونهاية تنبيئ الأميدات بكده نكون استكملنا مع بعض جميع المركبات العضوية من الحص القادمة إن شاء الله نبدأ ندرس تفاعلات المركبات العضوية تعالوا نشوفنا بعد مجموعة من الأسئلة على درس اليوم أول فقرة من الأسئلة هبارة عن شكل اختياري فبيقول ليه أي من الآتي لا يحتوي على مجموعة كربونية ركز لا يحتوي على مجموعة كربونية تمام؟ سؤال الثاني أي من الآتي يصادم في الأطعمة والنكهات والعطور السؤال الثالث أي من المركبات الآتية أعلى في درجة الغليان السؤال الرابع أي من الآتي يحتوي على مجموعة كربونية ركز بين السؤال الأول والسؤال الرابع معكسيا ركز بين الاثنين المركبات التي تحتوي على مجموعة كربونية ركز عليها سؤال تحصيلي دايما بجيلة وهي بداية من الإستر عندك الأحماض الكربوكسيلية عندك الألديدات عندك الكيتونات عندك الأميدات هذه المركبات جميعا تحتوي على مجموعة كربونية بونيلا. سؤال تاني بيقول لي ارسم الصيغة البنائية لكل من ايثان وات المثيل وحمد البروبان ويكا. سؤال اخير بيقول لي اكتب الاسم النظامي حسب الايوباك ومدينة اول مثال سي اتش سري سي او او اه اخر مثال سي اتش سري سي اتش تو سي اتش تو سي او او اتش. هذه مجموعة من الاسئلة على درس اليوم. اركز وانتبه كويس. وخلي تركيزك دائما على الاستخدامات على التسمية على درجة الغليان. اه لا كل ما يخص مركبات الكاميروضية. هذا وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.